اشتركوا في القناة والعمل فيقبل على الطاعة بكليته ويتلذذ بها ثم ما يلبط أن يتخلل هذا فطرات كسال وطراخ وخمول وفتر ثم ينبه صلى الله عليه وسلم على أن فطرات الكسال والخمول هذه يجب أن تظل في حدود السنة وأن لا تتجاوزها لفعل المنكرات والإصراف على نفسه بفعل المعاصي وإلا فإنه قد يهلك مع الهالكين وقل مثل ذلك في حديث أبي هريرا رضي الله عنه في الرواية الأخرى فيصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حال المرء في العبادة ابتداءا وانتهاءا وتوضيح ذلك أن الإنسان يشتغل بالعمل على حرص شديد ومبالغة عظيمة في أول أمره ثم إن تلك الشرة يتبعها فترة فإن كان صاحبها مقتصدا محترزا عن جانبي الإفراط والطفريط وسالكا الطريق الوسط المستقيم فارجوا كونه من الفائزين الكاملين ولا تقتعوا له بذلك فإن الله هو الذي يتولى الصرائر وإن سلك طريق الإفراط حتى يشار إليه بالأصابع فلا تلتفت إليه ولا تعول عليه ولا تعده شيئا فإنه ربما يكون من الهالكين لكونه قد يكون من المرائين في عمله لكن لا تجزموا بذلك وطبعا هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة في أهل الإثاءة وأهل الإحسان فنحن من عقيدتنا أننا لا نقطع لأحد بجنة أو نار ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين كما قرر ذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة وقد وصف ابن القيم رحمه الله هذه الحالة عن الشرة اللي هي الحدة والقوة والفطرة اللي هي الضعف والسكون وصفها ابن القيم رحمه الله فقال فإن قلت كل مجد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور ثم ينهض إلى طلبه يعني كل مجد في طلب شيء يعرض له ماذا لا بد أن يعرض له وقفة وفتور ولكن سرعان ما ينهض إلى طلبه قلت لا بد من ذلك من القيمة يطرحوا هذا السؤال ويجيب قلت لا بد من ذلك ولكن صاحب لقفة له حالا إما أن يقف هذا الفطرة إما أن يقف ليجم نفسه ويعدها للسير يعني يأخذ واحد القصة من الراحة لينطلق من جديد إما أن يقف ليجم نفسه ويعدها للسير فهذا وقفته سير هذه الوقفة اعتبره سير ولا تضره الوقفة فإن لكل عمل شر ولكل شر فطرة هذا أخبار به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحالة الأولى وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه وجاذب جذبه من خلفه فإن أجابه أخره ولا بد فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخوره نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع ووتب وشتد سعين ليلحق الركب يعني ليرجع إلى ما كان عليه من نشاط وعمال إلى جانب إخوانه وإن استمر مع داعي التأخور وأصغى إليه لم يرضى برده إلى حالة الأولى من الغفلات وإجابة داعي الهوار حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل داركاً وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المارض فإنها أخطر وأصعب وبالجملة فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبداء بجذبات منه من يد عدوه وتخليصه وإلا فهو في تأخور إلى الممات راجعين الققار ناكس على عقبيه أو مولي ظهره ولا قوة إلا بالله والمعصوم من عصمه الله فنرجو الله تعالى أن يعصمنا انتهى كلامه ابن القيم رحمه الله وقال رحمه الله وأيضاً تخلل الفترات للسالكين يعني السالكون إلى الله والسائرون إلى الله أن تتخلل فترات سيرية يعني لحظات سيرية بعض الفترات وبعض التوقفات تخلل الفترات للسالكين أمره لا بد منه فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرام رجي له أن يعود خيراً مما كان وقال علي رضي الله عنه إن النفس لها إقبال وإدبار لها إقبال وإدبار فإذا أقبالت فاخدها بالعزيمة يعني صلي نشاطك إذا وجدت نشاطاً اقرأ كتاب الله قم الليل صلي استغل تلك تلك الرغبة التي عندك وقال علي رضي الله عنه إن النفس لها إقبال وإدبار فإذا أقبالت فاخدها بالعزيمة والعبادة وإذا أدبارت فأقصرها على الفرائد والواجبات وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن لهذه القلوب إقبالاً وإدباراً فإذا أقبالت فاخدوها بالنوافيل وإذا أدبارت فألزموها الفرائد قلت وجماع القول في الفترة التي تعقوب الشر على حالتين هذه الفترة وهذا التوقف وهذا الضعف لكي يعقب هذه الشرة وذلك النشاط وهذه الرغبة على حالتين الحالة الأولى أن يحصل للمسلم خمول في أداء العبادة واتقال في النوافل ومالان في طلب العلم وإعراض عن تلاوة القرآن وحفظه وانقطاع عن مجالس العلم والذكر والإيمان وترك للمشاركة في الدعوة إلى الله وأعمال الخير ويصبح يميل إلى الراحة والدعة واللهوي والبعد عن المسئولية فهذه الحالة قد تكون طبيعية وقد تعريضه لكل إنسان في مراحل من حياته لكن ينبغي على المسلم أن يتعامل معها بكل هدوء وتقة والسياسة وفسحة من الأمر ويجعل اهتمامه من درجة الأولى في المحافظة على الفرائض والأصول ثم يتدرج بها للوصول إلى المستوى الأعلى عن طريق التزود من النوافل ولا يسمح لنفسه النزول إلى المستوى الأدنى هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن يتدنى مستوى إلى درجة أن يترك بعض الفرائض ويفعل بعض الكبائر ويتساهل في مصاحبة أهل الفسق ويقسو قلبه ويصغي إلى كلام أهل الشبهات والضلال ويتتبع الرخص في المسائل فهذه حالة مرضية هذه حالة مرضية تنبئ عن الخطر ويجب على المؤمن حين إيدين أن يعلم أنه على شفاه لك وأن يسعى جاهداً لإنقاذ نفسه بأسرع وقت وإلا انتهى به المطاف إلى الانتكاسة والعياذ بالله ترجمة نانسي قنقر